نشوف بعض الامثلة المسألة الاول بيوجد اوجد حل المعادلة التفاضلية X فقوص اللي هو Y تربية زائد واحد يدل في الواي دي اكس ناقص Y فقوص تاني X تربية زائد واحد يدل في ال اكس في الدي واي سوف اصف الهدف هنا عايزين نخلي اللي قدام الدي اكس ده كله يدل في ال اكس قدام الدي واي ده كله يدل في الواي بمعنى هنقسم على اي بقى هنقسم على حاصدها بواي تربية زائد واحد في اكس تربية زائد واحد المعادلة بتاعتنا هتصبح على الشكل اكس على الاكس تربية زائد واحد دي اكس ناقص واي على واي تربية زائد واحد دي واي سوف اصف هيا لاقف البسط بالمقام البسط اللي اضربنا هنا في اتنين واقسمنا على اتنين وهنا ضربنا في اتنين واقسمنا على اتنين هنلاقي البسط مش طاقة المقام وهنا البسط مش طاقة ايه المقام لما نكامل يدينا ده نص نص لين اكس تربيع زائد واحد نقص نص لين وي تربيع زائد واحد يساوي اللين سي هنشيل اللين بال اكس تربيع زائد واحد على وي تربيع زائد واحد يساوي سابد سي وده هو حل المعدلة التفاضلية. اهو بالتكامل نحصل على هذا هو الحل العام. نشوف مثال تاني. مثال بيقول اوقي الحل المعدلة التفاضلية هذي. نفس التكنيك هنخلي اللي قدام دي اكس دل في الاكس واللي قدام دي واي دل في الواي. يبقى نقسم على ايه بقى نقسم على واي في كام في الاكس زائد اثنين. لما نقسم هنحصل على ايه? اكس على اكس زائد اثنين دي اكس زائد اثنين واي تربيع ناقص واحد على الواي دي واي يساوي صفر. نحاول نبسط عشان نكامل. ده هيساوي كامل واحد زائد واحد ناقص اثنين على الاكس زائد اثنين دي اكس. زائد تحقص اثنين واي ناقص واحد على واي دي واي يساوي صفر. هنكامل هنكامل هنقدن اكس زائد ناقص اثنين لين اكس زائد اثنين زائد واي تربيع ناقص لين واي يساوي لين سي نبسط نحصل على الحل العام. اهو. طبعا ازاي حصلنا على ده? هنعمل ايه? الاكس زائد اثنين ناقص اثنين على اكس زائد اثنين. ده على المقام يساوي واحد ناقص اثنين على اكس زائد اثنين.